أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن أهداف التنمية المستدامة تحظى بدعم كبير من قبل جلالة الملك المفدى وسموه للعهد رئيس مجلس الوزراء لتكون ركناً أساسياً من منهجية عمل الحكومة الموقرة الوزير الحمر أشار إلى حرص الحكومة على الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأهداف الإنمائية مضيفاً أن الاستجابة السريعة من قبل القيادة لتلبية الأهداف الأممية قد آتت ثمارها اليوم سواء من خلال الحراك الحكومي المتصاعد لتطوير المنظومة الأممية وموأمتها مع أهداف الأمم المتحدة أو عبر تجويد مخرجات العمل الحكومي من خلال المشاريع التي حققتها المملكة لمواطنيها ومن خلال حجم البرامج والمبادرات والاستثمارات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي كما أشار إلى اهتمام المملكة بتنفيذ المبادرات الخاصة بالتغير المناخي مشيراً في هذا الصدد إلى أن الكلمة التي تفضل بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2021 تمثل خارطة طريق لمنهجية عمل الحكومة والجهة ذات الصلة بالمملكة للحد من تحديات التغير المناخي ومشاركة الجهود الدولية في ذلك جاء ذلك لدى لقائه سعادة السيد عبدالله شاهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وخلال اللقاء رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد المملكة مشيراً إلى زيارته الأخيرة إلى البحرين حيث لقي حفاوة الترحيب والاستقبال من لدن حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وهنأ رئيس الجمعية العامة مملكة البحرين على تقديم التقرير الطوعي الثاني بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة لتحتل المرتبة الثانية والثلاثين من ضمن ترتيب دول العالم إلى جانب تقديم مملكة البحرين لتقريرها المتعلق بحقوق الإنسان مشيراً إلى أن المملكة تخطو خطوات متسارعة وناجحة في تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقها بشكل فعال في المجتمع ترجمة نانسي قنقر